وما زلنا في العراق حيث دعا زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر جميع العراقيين للخروج في مظاهرة سلمية مليونية تكون نهاية الفرصة الأخيرة من أجل الإصلاح وإنقاذ العراق من الفساد والميليشيات والتباعية على حد وصفه وكان أتباع الصدر قد شرعوا منذ منتصف الشهر الماضي بالخروج في حشود غفيرة عبر الصلوات الموحدة واقتحام المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد ومبنى البرلمان العراقي والاعتصام في محيطه للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ورفض تشكيل حكومة جديدة من قبل قوى الإطار التنسيقي